أوهلّا حديث البلد مع طالية حمدين موسيقى موسيقى وأهلا وسهلا فيك بحديث البلد طالتك غالية علينا ومنتظرة من زمان طالية حمدين أنت شاعر لبناني معروف على منابر الزجل من حوالي 48 سنة قدمت خلال حفلات لا تحصى بلبنان والعالم واشتهرت بالصورة الشعرية الجميلة الصوت الرائع وسرعة البديهة الحكمة والحجة المنبرية وأنت ضيفنا الليلة بعد تكريمك بالمكتب الوطنية ببعقلين من قبل الزعيم وليد جملات وبيراشية من قبل الوزير واقل أبو فعور طالية حمدين محافظة الألقاب الزجل معروف بمباريات الهجاء بين أربابه واللي ما بتخلى أحيانا من بعض التجريح لتقليل من قيمة الخصم ليش فضلت تبقى بعيد عن الهجاء الخاصة شعراء كل شاعر له لونه نعم أنا ما بحب لون التجريح والهجاء نعم يمكن الهجاء ببعض الأحيان إذا تغنى بلعبة أدبية أو فيها ضامة الناس تقبله نعم بس التجريح لا يشتخلك تخيلوا نحن بحفلة دافية حلوة وفيها ناس مثقفين وعائلات حلوين زوقهم حلو ولبسهم حلو يطلعوا اتنين وجرحوا بعضهم على المنظر مصبوط ما حلو حتى يزقفوا لون الناس شي زقفة خجولة بس لما يفلوا هالناس بقولوا شو غنوا هوا دي سأنا نحن جابت الربيع مش هيدا لوننا نعم أنا شاعر بكل تواضع لأ شاعر بكل جدارة شاعرت بالورد وبالربيع صح بالورد وبالربيع بغني للزهرة بحولها صبي بغني للشلال بعملوا شاب حلو وبيحبوا بعضهم وبتفكريه ونقبالك بعم يرقصوا بشي صهرة خنينهم بمجلس النواب يا أستاذ النواب سيد علاء إذا مثل ما عبيقول ميشيل ياريت هالخطاب بينقيل بمجلس النواب بينزل أستاذ طاليع هيك بيصير الخطاب أسلس وأجمل وبيصير خطاب الشلال والوردة بدل ما يكون خطاب التجريح والافتراء والفرقة يعني صح عن جد ياريت بتصيره بكي ظهور يعني ملونة بمجلس النواب وانت الظهرة الحلوة فيوني أستاذ علاء على كل حال علاء عون مش هدله بالأخلاق الحلوة أستاذ طاليع اشتهرت بالكلمة النافذة والمؤسرة بدل نسمع منك بيت صغير هيك عزيز عقلبك من الأرشيف هيك دا مبلش فيه قدي مرة غنيت أنا وأبو ربيع الأخ موسى صغير في دومل السال عين السعادي نعم أنتو عملتوا فرقة سواه وبعدين تترقتوا بسبب تحدي بالحفلة وكانت حفلة من الحفلات الخالدية حلوة كتير نعم غنينا موضوع بين المحي والكتابة أنا دفعت عن المحي وموسى دفعت عن الكتابة المحي بأي معنى الممحي الممحي يعني العدم نعم وصلنا هيك بآخر الحفلة للقصائد بكله كله شفت مرة يتيم اشتاق لي أنا عم بدافع عن المحي نعم شفت مرة يتيم اشتاق لي ركض حافي على طرابه مسافي رح اتمحي الدعسات والطرية أحسن ما يقولوا الناس حافي حلو ومرة بعطت مكتوب الصبيه متل طفل العتم الام لافي بكيت فوقه دموع بنفسه جيه تسال الحرف من كتر الرهافي وببوسي محمرة وشفي نديي محط لي حروف اسمي بوهج دافي تقالت يا طليع شو عملت فيي صرت عالصطر عم بقرة شفافي حلو 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 استاذ طليع في حدك عيون سود يعني كتير حلوين قاعدين على يمينك نعم يعني بيستاهلوا هيك شي بيت غزل من أبيتك الحلوين ما بحب يكتب لك عورقا فالطراء ولا بالقلام الكل يوم بتنشراء حلو بكتب شفافي كعوراق الياسمين الله والورد ريشي والبنفسج محبرة الله لكن يا خوفي عوراق النعمين لو بالهوى طار شو بعمل يا تران ما خبروني رح يغطوا عن الذمين وانت عليهم يا حياتي مصورا الله بكتير تيهي مشي خلي الندا أكتر يلين تصير حبات الطرام ام زهراك الأرض ما فيها حقول ام زهرين بتبقى بعض مش ماشي عليها مره يا مره حلوي يا نهدي يا أنين يا نوم يا مخدي عليك محصر يا عطر غروفي مسكر عن نايمين طلع عطر مايفل تركي أمسكرا بتبقى الحياة سنوبرى للأربعين وما منقدر نكفي الحياة سنوبرى نحن عمر منه جرى نهر سنين ومين البيرد النهر مطرح ما جرى ما جرى يا سلام تمام خلو حمدين أول حفلة رسمية لك كانت مباراة مع شاعر زين شعب بخلدي برعاية المير مجيد أرسلين سنة الخمسة وستين نعم بتتذكر شي بيت شاعر قلته يومه أنا كان عمري لم أغسلت أنا وزاين 23 سنة نعم وزاين عمروش 45 سنة كان زين من أخطر شعراء المنبر اللي مرقوا على المنبر راحوا لعالها مع الحفلة يقولوا وشفه غني طالية حمدين هاد الولد مع زين شاعي غنينا حفلة حلوة كتير يقولوا بالافتتاحي بسطرين طبعا قصيدة طويلة يقولوا أنا شاعر من الأظهار أصغر وزا مع زين طفل بتقشعوني تخلي طفلة الإلهام تصهر أكتر من قلق أم الحنون حلو 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 رح نعمل لك شبليز الليلة عنا مقطع من هيدا الحفلة تحب تسمعه على راسي شو بتحس بس ترجع لها التسجيلات القديمة؟ ذكريات حلوة وكانوا حفلة حلوين وايام حلوة ايام خير نعم أكيد أكيد طالية حمدين أنت موليد 1944 عين عنوب المعروفة بضيعة الشعرة تركت المدرسة ومن بعدها تركت نحت الحجر للشعر يعني كرامة عيون الشعر مثل ما بتقول وبتقول إنه نحت الكلمة بوجع أكتر من نحت الحجر من نحت الحجر انطلقت مع فرقة لبنان إلى جانب شاعر أحمد السيد وسنة 1967 تثبت لجوءة زغلول الدمور اللي تركتها بعد عشر سنين وبالسبعة وتسعين أسست فرقة الربيع المستمر فيها لليوم مع عدد من الشعراء منهم نديم شعيب ابن الشاعر زين شعيب طريق حمدين الحرب والطرقات المسكرة خلوك تترك فرقة زغلول الدمور سنة السبعة وسبعين نعم يعني للأسف صار فيه انقسام انقسام بين الطواقف وحتى بين الفرقة الوحدة طريته كل واحد منكم يكون بمنطقته نعم اليوم كيف علاقتك بالزغلول؟ يعني ما هي ما حكيت عن الزغلول كأني ما حكيت لأنه الزغلول صوته من أجمل الأصوات وروح حلوه مثل صوته حلو وبقدر ما شعره لطيف وناعم بإحساسه لطيف وناعم مثل حديث البلد بوجودك بوجودك دغلول غنيت معه عشر سنين دخلت على جوقته بعد ما غنيت أنا وزين تاني سنة كان عمري 24 سنة ودوار حرب الله يرحمه عمره 27 سنة فتنا ولاد على جوقه ومشينا بعشر سنين كان إلنا الخي والباي في الزغلول باي حنون وإنسان لطيف محترم بلا زغره وبكله مسأل خير من هون للزغلول الله يطول بعمره والله آخر مرة سفرت زغلول الدمور وطليع وجان رعت الله يرحم وجان رحنا عالكندا نعم هونيك ودعته للزغلول بقطوة بواحد الفندوق القتال هو بكي وأنا بكيت والله العظيم قال لي أنت ابني وأنت رفيقي وأنت خيي وبعدني لليوم دايما بتصل فيه وبالفندوق أنا ببطي للسنة سمعني صوتك يا رفيقي سمعني صوتك يا رفيقي انت رفيقي يا صديق وأغلى من خائل حليق انت رفيقي يا صديق وأغلى من خائل حليق طاليا حمدين شو بتقول لللي عملوا هالحرب وفرقوا الناس وللي اليوم عم بيجربوا يعملوا هالحرب وفرقوا الناس عم بعضا شو بدي يقول لهون يا رايتون شو عراء كانوا عرفوا قيمة الصداقة والمحبة نعم يا رايتون شو عراء طاليا حمدين سنة الخمسة وستين زوجت من السيدة سلوى عيد واليوم عندكم صبيين وبنتين شادي خزام زينة وسحر الله يخليون والهيئة انه داليا بنت سحر شعرة مهمة متل جدة وان شاء الله بيصير عندها دواوين بسمحيلي اخي مونة بدي واجهلي كلمة صغيري بدي يقول لك يا بنت لبنان العطانا هالغنى الارز جمالك ما لها عنه غنى تسلام ظلك خيال الزهر عضفة غدير غنالك الشلال تنبح الغنى اسلام تنمى عكان رحتي يا مونة وفحتي عبير ولما دخلتي ع فرنسا بالهنى ادعستي على سجادة الحمرة حرير تمجدها للوردة البيضة الحنى بيك حبيب الروح والخيل كبير اسلام وانتي مونة بشهر تكنلتي المونة جاب الربيع ظهور مخضومي كتير ومثلك بعد ما جاب زهرة يا مونة يسلام تنمى يسلام تنمى يعني كثرة يعني اهم من كان ومن فرنسا ومن روحة كان ان اسمع هالكلام الحلو منك الليلة من حديث البلد انت تاريخ استيس طاليع وشوتك معنا بيشرفنا كتير شكرا استيس طاليع تعرفت على كيتي برا لا والله هي بس بسمع بيسمع كيتي من بعقلين حلو وراح ازجبلك كروتي هلا نشوف اذا مصايف فيك كيتي شو مقتوب عاث تاريخها مبيه الله سمعنا بصوتك رساء لشهداء لبنان يعني وأنت أشتر وأحسن من عمل رساء الطفل اللي بيبكي دمعت الفزان الطفل اللي بيبكي دمعت الفزان يرايت فيلم دمعات ولا يزعلوا مني إذا عطشان بخاف البكي يشعل عوجنات شهداءنا الأحرار والمكان قلبي حكي معهم بدقات وإنما ماتوا أهل لبنان نشعرك أنه قلوبنا ماتوا الله 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 يسام تممات يسام تممات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة